اشتركوا في القناة البلح الناشف دبلوه ويفطلوه ويتخطى لسكر أسوان عندنا بلح دا بيأكلوه طول العام إنما ينا في مصر بيأكلوه في شهر شعبان ورمضان إنما إحنا عندنا كنا يفلاحين بتروح الغيط رايح الغيط بتوفوا الشيء تبلع معاك بتأكلوه والبلح عندنا غزاء أساسي هو والبلح والسمك عنده آسف فيه تقليد في مصر يعني يسموا بلح على الحساب شخصيات مهمة في العالم مثلاً يقول لك ده بلح حسن مثلاً ده بلح عيون ليلة علوة كلام من ده كلام فاضي كلام يعني كلام تجاري يعني الناس عاست بيع سلحها يعني على الحساب الآخرين إنما البلح هو إحنا ما نسموهش غير الأسامي بتحفى يعني تجي تقول لنا مثلاً يناس تقول البلح ده شباح ده بلح مثلاً كذا ده بلح باللادم بلح مش عارفه ده أسامي على حساب الآخرين لا بلح هو أسامي معينة أسامي بلاد في السودان شعيبة طيبة كما في سنة من السنين قال لك أغلى بلح كان لالا علوية يسموا بقى الممثلين ولعبت الكورة وكان يخلي بوش أرخص نوعه وكان مبارك له لأنه من الجيش وكان مسكوه وكان عدموه وكان عطوف من التحيير كان يتعدم ولذلك عندما ترى المحاكمة مجرد أنه تنحى يصبح عجوز وعيان وقعت في المستشفى وليس قادر يتكلم ويشغلين عنه أنا ليه؟ طبعا أنت 83 سنة أنت واقف على حيلك وشديد وبتتكلم وبتعمل كل حاجة أشمعنا دلوقتي؟ صورة كانت أغلى حاجة ما هي الصورة هي اللي عملت الشهداء الصورة وبعد كده الشهداء وبعد كده 25 يناير وبعد كده الإتلاف وبعد كده الإتلاف وبعد كده المشير حسن بارك حسن بارك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر